ويكي بودكاست سنسنة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات ستكون بلغات لهجاز متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية أنا اللبناء ايت اومست عضوة بمجموعة ويكيبيديا المغرب في حلقة اليوم سنتعرف على المشاركة النسوية في المشاريع العربية الويكيبيديا والتحديات التي تعاني منها النساء من خلال الحوار مع السيدة زينب عضوة مجموعة مستخدمي ويكيبيديا تونس والسيدة ثاندرا عضوة مجموعة مستخدمي ويكيبيديا بلاد الشام للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لدور المشاركة النسوية في المشاريع العربية وأيضا للحديث عن تجاربهم أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتاي أعزاء المستمعين عزيزة المستمعات قبل ذلك دعوني أرحب أولا بضيفتاي السيدة زينب أهلا بك أهلا بك لبنة سعيدة بوجودي مرحبا بكل المستمعين وإن شاء الله تكون حلقة جيدة إن شاء الله ومفيدة أهلا ومرحبا بك بالدارجة المغربية كنقول ومرحبا بك مرحبا بك معنا أعيشك أعيشك أربي خذليك وسيدة ساندرا أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا فيك لبنة تشرفت فيكم وتشرفت بهذا اللقاء أهلا بك سيدة ساندرا مرحبا بك معنا مرحبا بك أنك حضرت معنا اليوم أهلا بكما وسعيدة باستضافتكم في الحلقة السابعة من الموسم الثاني لويكي بودكاست وقبل كما قلت قبل قليل سعيدة جدا أن تكون الحلقة كلها نساء فالضيفات هنا نساء وأيضا فريق الإعداد لهذه الحلقة يتكون من نساء فهذا شيء جميل اليوم سنتحدث عن المشاركة النسوية من حلال تجاربكم في المشاركة في مختلف المشاريع الويكي ميديا وأيضا تحديات التي تواجهونها والبداية ستكون مع السيدة زينب سيدة زينب هل يمكنك أن تعرفين أكثر عنك؟ أكيد أنا زينب تاكوتي عضوة في مجموعة مستخدمي تونس منذ سنة 2014 عملت معنى تشتغلت على المسابقات يعني أول ما بديت بديت مع المسابقات كما ويكي لافز مونيمونت الذي كانت أول حاجة بديت بفيها في مشاريع ويكي ميديا من بعد بدأت تطور معنتها وليت معنتها عضوة في فيليجين تنظيم المؤتمرات كما ويكي كونفنسيون ويكي اندابا ومن بعد جاءت الفرصة اني نكون معنتها نظم مشروع غلام في مكتبة في تونس فكانت عندي تجابة مختلفة في الوقت الحالي أنا عضو ويكي لوفز وومن فوكس جروب للسنة هذه السنة اللي فاتت كنت تعاونت معنتها كمسؤولة تواصل للمؤتمر ويكي اندابا 2023 فان شاء الله كل مرة نكتسب تجربة جديدة وخبرة جديدة في مشاريع ويكي بيديا جميل جدا سيدة زينب واتبارت الله عليك وعلى العمل الجبار الذي تقومين به وكنا سعادة وكنت سعيدة جدا أنني كنت معك في فريق تواصل الويكي اندابا للسنة الماضية اللي كانت بأقادير وللتركير فقط أنه قمنا بحلقتين حول مؤتمر ويكي اندابا واللي كنت حاضرة معنا فيه بالنسبة للمستمعين اللي يبغاوا يراجعوا يستمتعوا أو لا يستمعوا الحلقة مع لهم إلا يدخلوا الويكي ميديا المغرب على اليوتيوب وغد يلقاوا الحلقة أهلا بك مرة أخرى سيدة زينب سيدة تندرة هل يمكنك أن تعرفين أكثر عن تجربتك في ويكي ميديا؟ نعم بدأت تجربتي في ويكي ميديا عام 2019 ثم أخذت مجموعة من المغام وأصبحت محررة في ويكي ميديا العربية وبطعت الأعمال التحريرية في ويكي ميديا العربية ثم تعرفت إلى ويكي ميديا كامونز ويكي بيانات ويكي الجامع وغيرها من المشاريع وأعمل في التحرير في مشاريع ويكي ميديا مختلفة بصفات طبعية ومن ناحية أخرى أنا منصقة مشاريع مجموعة مستخدمية ويكي ميديا بلاد الشام وعضو مؤسس في مجموعة الحضارة الإسلامية لذلك هناك مهمة تنظيمية أقوم بها وهناك مهمة تطوعية تحريرية أقوم بها في ويكي بيديا العربية ولدي حاليا تقريبا ثلاثين ألف تعديل في مشاريع ويكي بيديا المختلفة لذلك أنشف جدا منذ 2019 حتى الآن جميل جدا سيدة صندرا ثلاثون ألف تعديل ليس رقما هينا صراحة تبارك الله عليك مرة أخرى وأهلا بك بالرجوع لتجربتك سيدة زينب أنت كنت من منظمي مجموعة من المسابقات هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن هذه التجربة؟ أكيد أنا كنت من منظمي مسابقة ويكي لوفز مونيمنت في تونس ويكي تحب الأثار اللي بدناها السنة 2014 عن طريق معنتها بارتنرشيب في تونس اللي أنا كنت كوفوندر فيه فكان الاهتمام يعني أكيد الأول والأخير هو حاول المحتوى حاول التراث والموروث التونسي على ويكي بيديا وعلى ويكي كمانس كان فهمة نقص كنت كنت تعمل بحث ما تلقاش معلومات حول تونس أو صور فكرة ويكي لوفز مونيمنت كانت تصب في مهام أو في الهداف متاع الجامعية اللي أنا أعضو مؤسس لها فهكا بديت معنتها شاركة وبديت عضوتي في اليوزر جروب في تونس خدمنا ويكي لوفز مونيمنت اللي تزادت يعني حاجة رهيبة والحاجة اللي حبيتها أكثر معناتها في التجربة نتاعي اللي إلى يومنا هذا يعذرون يعني أنت كين قابل يعني أشخاص كانوا يعني هما مغرومين بالتصوير الفوتوغرافي وكل شيء إلى يومنا هذا كي يخطوا تصاوري هبطوهم على الكامانس فيعني أنت زراعت يعني البذرة وقد تحصد فاهم بعد على طول فهو نفسه نفس الفكرة بتاع ويكي لوفز مونيمنت هي بيدها ويكي لوفز أفريكا ويكي تحب أفريقيا كيف هي المسابقة زادة كيف كيف معناتها بش نزيده أكثر محتوى حول أفريقيا وحول الثقافات وكان كل سنة تم اختيار يعني موضوع مثلا الليباس مثلا الأكل كل سنة وكيفاش كانت نظمتها يعني كنت مش الوحدي كان معايا معناتها أصدقائي في 2016 و2017 كيف كيف المحتوى زادة كبرج وقات نجاح المسابقة بعدها وليت فاهمة بش أفكار كيما توقع دين يخدموا بذات ويكي لوفز أرث ويكي لوفز فولكلور إلخ معناتها من المسابقات كيف كيف نظمت يعني فاهمة كانت فاهمة مسابقة حول اللغة الفرنسية كل شهر مارس دون كنا نظموا فاهمة معناتها واركشوب يعني ورشات للكتابة باللغة الفرنسية كتابة أو تنزيل صور كذلك أرت انفامي نزم المسابقة اللي تصير كل عام اللي في هذي دي تكتب محتوى أكثر حول الفن والنسوية على ويكيبيديا ويتصير واركشوب يعني وإديتاثون يعني في كل المجتمع الويكيبيديا هذي من المسابقات اللي أنا شاركت فيهم يعني بالإجمال يعني وإن شاء الله معناتها الحاجة اللي عجبتني أنا في المسابقات إنه أولا خليت الناس تشارك أكثر خاصة الناس اللي مغرومة بالتصوير وكانت فاهم معنا كيف شاركة مع الكلوب يعني بتاع فوتوغرافيا في تونس اللي هو معناتها يعني الناس اللي الموجودين في الكلوب بلتوا هما موجودين يعني تلقاهم على ويكي كاملز دي ما يهبطوا تصاور وكل شي لأنهم هما فهموا أنه الغاية الأولى متاعنا هو نشر المحتوى وثقافة للجميع فهما وحدهم فما تصاور ينزلوهم اللي هما معناتها ولا تفهم يعني نشر الثقافة والحمد لله معناتها لقينا نتيجة من المسابقات فما نتيجة وفما محتوى ولا موجود والغاية الأولى والأخير تبقى هي نشر الثقافة صراحة زينب دائما أقولها أن العمل في المسابقات هو تكون دائما ناجح خصوصا أنه يساعد يساعدنا على الزيادة في المردودية ويحفز المشاركين أيضا لأنه يكون الكثير من الناس خصوصا في القامل يعني تلقوا أنه مجموعة دي الناس عندهم صور لكن لا يعرفون ما الذي سيقومون به تجاه هذه الصور هذه المسابقات هي تحفزهم على التصوير وعلى نشر المعرفة حقا مجهود جبار جدا تقومون به فيما يخص المسابقات وكما قلت وكما قلت سابقا أنها وكأنك تزرعين بذرة ستحصلين محصول لها أكيد في القريب أحييك على هذا العمل الجبار وأيضا سيدة زينب شغلت في تنظيم المؤتمرات هل يمكنك أن تحدثين أكثر عن تجربتك في هذا المجال أنا كنت عضو يعني كمنسق رئيسي لمؤتمر ويكي اندابا سنة 2018 هو مؤتمر يعني المجتمع الإفريقي صارت في تونس فأنا كنت المسؤولة لي وكانت بصراحة تجربة رائعة لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني تعلمت منها برشا حاجات وكنت كيف كيف كانت عندي خبرة في أنه نكون في فريق التنظيم للمؤتمرات كما الويكي كنفونسيون اللي هو للمجتمع النطق باللغة الفرنسية فكنت عضو في فريق المنح لسنة 2018 و2019 وعضو كيف كيف في فريق برنامج سنة 2017 كيف كيف في ويكي اندابا يعني غير أنه أنا كانت عندي تجربة التنظيم لذلك كانت لأول تجربة معناتها في تنظيم المؤتمرات كمنظمة المؤتمر بعدها يعني كنت عضو في الويسكم اللي همتوا مسؤولين على تنظيم مؤتمر ويكي اندابا المدة سنتين وكنت ديما يعني مساعدة في مؤتمر ويكي اندابا يعني وقت ما يطلبون يلقعوني يعني كسكولرشيب يعني كبروغرام ككومينيكيشن تواصل يعني ديما موجودة أنا نشوف اللي المؤتمرات من الحاجات المهمة اللي هي تزرع يعني علاقات وفيما تشارك للبرامج وللأفكار اللي يخلي ناس تعرف بعضها عن قرب مثلا فما برش أشخاص يعرفوا بعضهم على أسامي فقط على المشاريع في ويكي ميديا فالمؤتمرات تبقى فرصة أنك تتعرف بعض أشخاص وأنه يصير مقترحات جديدة ومشاريع جديدة وشركات جديدة حتى بين اليونزر جروبس يعني من بينات بعضهم فأنا أشوف للمؤتمرات حاجة مهمة وديما نشجع معناتها أن الأشخاص أنهم يخذوا ويتطوعوا في أنهم يكونوا أحد أعضاء في تنظيم مؤتمر خطر تعلمك برشة حاجات خطر أنك تنظم مؤتمر ماهيش سهلة أنا كان فيما ضغط كبير مثلا في ويكي اندابا في تونس كان فيما ضغط حول حصول التأشيرات ضغط حول معناتها عندك عباد ما أخذتش طيارتها عباد بيش تمشي تاخذ تأشيرة في خاصةنا في إفريقيا أنا عارف من المشكلة هذه فما بلدان ما فيهش فونسوليات لازم يتقلوا البلد آخر بيش يقدم على التأشيرة بيش يحضروا ومشكلة هذه ما هيش كان في تونس يعني في معظم من المرات اللي يصير فيها المؤتمر فالناس لازم تتنقل من بلاسة لبلاسة أو ساعة يبعثوا باسبوراتهم عن طريق شخص آخر من التزميل آخر فيوزيك جروب آخر هو اللي يطوع ياخذ الباسبورات ويمشي يقدم على التأشيرات فديما فهم المشكلة بتاع التأشيرات اللي تاخذ برشا وقت واللي على غالب يعني هي في إفريقيا على غالب تتسمى تسمى مشكلة بالمشاكل اللي ديما نرقاوها معناتها في المؤتمر حكيت على المشكلة بتاع التأشيرات لأنها قاعدت في مخي معناتها لأني كل عام نرقاو نفس المشكلة في الموضوع هذا غير أنه غير أنه المؤتمرات تعلمك تعلمك حس المسئولية تعلمك كيف تنظم الوقت تعلمك كيف تتعامل مع المتواجين اللي موجودين معاك معناتها المتطوعين اللي موجودين معاك في الفريق كله التواصل معناتها الميتنج الاجتماعات اللي تصير الحاجات بالمؤتمر ولي تعرفها بعض المؤتمر للابور الباجت وكل وذلك كل معناتها حاجات تعلمتها يعني ويكي اندابا كان عندها يعني المؤتمر كان عندها كيفش يقوله كان عندها فايدة ليا خاطر تعلمت باشي حاجات على المستوى المهني ما يخليتني مبعد وليد ياسر يعني نجم تقولي اللي مبعدها وليد إيفنت كوردينيتر معناتها نحذر الإيفنتات والمؤتمرات يعني وليد حاجة يعني ثالثة بالنسبة ليا لهن معناتها في تونس ونشجع أي شخص انه معناتها يسمع فينا اليوم انه يتطوع يبعث يبعث للنس اللي تنظر المؤتمر يقولهم النجم يكون معاكم في فريق التواصل النجم يكون معاكم في فريق البروغرام أو وين هو يحس روح ينجم يعاون يبعث يقول أنا نحب نعاون خاطر هذي كبش تقول له خبرة في حياته المهنية في حياته الشخصية حتى كيفش يتعامل كيفش يتكلم مع الأشخاص كيفش يعاون الأشخاص فنصيحة اللي يسمعوا فينا كيفما فرص أنت مؤتمر تطوروا فيها في الحقيقة زينب كيف مقرتف العمل في المؤتمرات هو مهم مهم جدا للأفراد هو صحيح أنه يعني نتطوع من أجل العمل لكن راه ذلك الشركة يستفيدوا منه هذا المتطوع أكثر مما يقدمه أليس كذلك زينب صحيح نعم وحتى أنه تكون فرصة أننا تنطلقوا مع الناس من مختلف مناطق العالم نعمل يعني نعمل في تعاون ونعمل سويا من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح المؤتمر هذا إضافة أنه تكون فرصة للتعرف على أشخاص جدود العمل ضمن فريق جديد والاستفادة من بعضنا البعض صراحة زينب كما قلت قبل قليل اشتغلنا معا في المؤتمر ويكيندابا السنة الماضية وحقيقة تعلمنا منك الكثير رغم الضغوطات رغم العمل ويجب أن نقوم بكل شيء في وقته ولكن كانت هناك مجموعة من الأشياء التي تعلمناها من بعضنا البعض فشكرا لك زينب والله شكرا على كل ما قدمته الآن سأنتقل إلى السيدة سندرا سندرا قمت مؤخرا بالتنصيق الإقليمي على مستوى الوطن العربي لحملة تغيير المناخ أو لتغير المناخ هل يمكنك أن تحدثين أكثر عن هذه التجربة نعم بالتأكيد هذه السنة الثالثة التي أعمل ضمن نفسي الحملة مع مؤسسة وكيميديا بدأت العمل معهم كمشارك في التنصيق على مستوى الوطن العربي عام 2022 وتعرفت إلى أصدقاء من واختلاف أنحاء الوطن العربي من الجزائر ومن العراق ومصر وغيرها من الدول العربية ومن ثم انتقلت لتنمية تجربة لأكون منسقا إقليميا الوطن العربي المرة الأولى لحملة تغيير المناخ حقيقة حملة تغيير المناخ اسمها الرسمي هي ويكي فور هيومن رايتس لكن كثيرا لذلك تأينا تغييرها إلى تغيير المناخ أو التنوع الحيوي حسب الهدف المعنى به كل عام وواجهتنا العديد من المشاكل من التنظيمية والتنسيقية لأن الوطن العربي يعاني من مشاكل عديدة واهتمام بالمناخ وللأسف ومن المشاكل التي لا يلتفت إليها المجتمع العربي الآن لذلك عندما نتوجه بهذه النقطة ونبحث العمل في هذه النقطة قد تجد العديد من المعارضة لكن برغم من ذلك استطعنا إيجاد فريق عمل وعملنا في الإمارات وعملنا على مستوى الوطن العربي وعملنا نشاطا في الأردن لعام 2013 وفي هذا العام أنشأنا نشاطا على مستوى الوطن العربي كاملا وأيضا كان الدول المغربية نصيبهم من هذا الموضوع بتنظيم مع الأخ بن نولو فكانت هناك تنوى وجدت أن هذه الحملة عرفتني إلى أشخاص سنكسر وساعدتني حتى على مؤسسة وكوميديا أكثر بالرغم من عملي في تنظيم مشاريع أخرى نظمته هذا العام أيضا وجدت هو الأرض مع ميديا بلاد الشام ونظمته عدد من مشاريع الأخرى لكن كان لوجدت غير مناخ بنفسي نوعا آخر لأنها ترتبط بحقوق الإنسان وترتبط بأهمية العناية بالمناخ والعناية بالبيئة للإنسان نعم سيدة سندرا تابعت تابعت الحملة وصراحة كانت جميلة جدا وكانت ناجحة هنا سيدة سندرا قد قلت في أحد المرات إن دمنت إلى ويكيبيديا رغبة مني بالتطوع في الارتقاء بالمحتوى العربي ومساعدة القراء العرب للحصول على أكبر قدر من المعرفة والعلوم لكن ويكيبيديا زادت من ثقافتي وطورت لدي الطرق للبحث العلمي والأدبي كما أنها بنت جسرا للتواصل المعرفي بين المستخدمين العرب ملغية المسافات الجغرافية سيدة سندرا كيف ساعدت كيويكيبيديا في التطور وبناء جسر التواصل مع المستخدمين حقيقة في بناء بناء المقالات أو كيف تكتب مقالة العلمية وكيف تكتب مقالة أدبية وما هو المقبول من غير المقبول لذلك هذه أحد الأوجه التي ساعدتني في التطور أيضا بناء جسور التواصل تعرفت إلى عالم من أنحاء العالم حقيقة هناك أشخاص مثلا منذ بدئي في وكيميديا بلاد الشام تعرفت إلى أشخاص في الأردن وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان ووسعت دائرة الثقافية في المرحلة الأولى إلى بلاد الشام ومن ثم تحولت إلى الوطن العربي فأصبح لدي أصدقاء من مصر وأصدقاء من العراق ومختلف الوطن العربي وتطورت حتى على المستوى العالمي تعرفت إلى أشخاص بإنقاء العالم من وكيميديا لذلك أجد أن وكيميديا تفيد بهذه الناحية أيضا تقوي جسر التواصل لم يحصل من نصيب أن تشاركته بأيام من المؤتمرات حتى الآن لكن بالرغم من ذلك تعرفت إلى عديد من الأشخاص بفضل وكيميديا نعم سيدة سندرا صراحة أتفق معك وأظن أن السيدة زينب أيضا تتفق معك أليس كذلك زينب أكيد لأن وكيميديا بصفة عامة فتحت لنا أبواب تعرف على مستخدمين من مختلف بقاع العالم والعمل معا وأيضا تبادل الخبرات فحقا موضوع جبار تقوم به الويكيميديا بصفة عامة هنا سيدة سندرا تحدثت قبل قليل على أن منصقة مشاريع بلاد الشام هل يمكنك أن تحدثين أكثر عن هذا الدور الذي تقومين به؟ بالتأكيد منصقة مشاريع بلاد الشام هي أعمل أيضا بدوام جزئي معهم وهو الأعمال على تنسيق المشاريع واستقبالها وتقييم التواصل بين المستخدمين والتواصل مع المؤسسة أيضا تنظيم الناحية المالية وعداد المنح وعداد التقارير وتنظيم الاجتماعات وتطوير العلاقات ضمن ويكيميديا وخارجها هذا بالمختصر ولكن هذا التفسير ينطوي على كثيرة من العمل وكثيرة من الالتزامات والبحث والعلاقات سواء مع ويكيميديا أو سواء مع أشخاص خارجيين لتطوير العلاقات وتطوير المجتمع والبحث دحو انفتاح أوسع لمجتمع ويكيميديا بلاد الشام جميل جدا سيدة ساندرا سأنتقل إلى سيدة زينب من خلال تجربتك ما هي العوامل التي تشجع النساء على الانضمام والمشاركة في المشاريع الويكيميديا العربية بصراحة العوامل هي مثلا وقت ما يكون عن إفنت أو ووركشوب أو ورشات أو مسابقات يعني مسابقات تصير أنه مثلا أنه نعمل خرجة يعني نطلع برها نتصور وبعدك نعمل ورشة التي يصير فيها تنزيل الصور على الويكي كامنز أو تحرير مقالات حسب الموضوع وحسب المسابقة فإنا نشوف من العوامل أنه التوقيت أولا التوقيت مهم أنك تختار وقت تصير الورشة أو وقت تصير معنى الخرجة لأنه كما تعرف النساء معنى عندها ضغوطات وعندها أوقات لنك الوقت مهم وقت يتختار بصراحة أنا في تونس كانت مشاركة المساء يعني ديما بصيفة عامة موجودة يعني في أغلب الأحيان بش ما أقول يعني إما فما تناصف إما ساعات المساء يكونوا أكثر فكانوا موجودين كنا نعمل الورشة ديما في الويكاند وديما الصباح يعني ساعة عشر الصبح حكيك رقينا إن الوقت ذاك الناس تجيك أو تكون يعني يعني بعد الظهر ضمن الأوقات نحكي ديما في الويكاند معنى السابط أو الأحد فكان حضور النساء موجود حاجة أخرى مني تشاجع عن نساء إنها تشارك خاطر فما نساء يعني مثلا غرامها غرامها التسوير غرامها العلم إنها تكون صيدلانية أو دكتورة أو تقرأ في البيولوجيا أو أكستر تهتم بالمحتوى معناتها العلمي الموجود على ويكيبيديا فترقاه معناتها تحب تشارك بش تحسن من المحتوى هذك فما نساء يحبوا يشاركوا لأنهم هما فنانات تحبوا يكتبوا على المسرحيات الناس النساء في الفن كما في موسابقى هي مش كما الإديت فن فما نساء تشارك الخاطر هي تحب الحاجة هذك فتحبها تكون موجودة والمعلومة موجودة على الإنترنت فمن الحاجات إنك كل مرة تنجب تختار موضوع يجيوك نساء مختلفة في كل مرة معناتها من الورشة اللي أنت تعملها يعني كل مرة عندها معناتها غرامها أحنا بالتونس يقولوا يعني شنو الحاجة اللي تحبها أكثر اللي تفضلها أكثر فمن سير رياضيات يحبوا رياضة يحبوا المحتوى يكون أكثر المحتوى يكون مكتوب أكثر مثلا معلومات أكثر على رائدات مثلا في المجال هذك من النساء فك أنت تقول مرة فما نقص معنات يهمهم فيحضروا ويتعلموا وهم بيدهم ينشرون بعض الوعي مع مثل أصدقاءهم وكل شي كيف في الجامعات كانت فما لقائت أنا كنت عندي لقائت مع بعض الطلب في كما ورق شط عمليهم في الجامعات فكان فما كما قل ومش عندهم المعلومة البنات أو الطالبات عندهم مش معلومات حاول مثلا أنك تكون ويكيبيديا مثلا أنت تقرأ في الجامعة متاع الأرشف وكل شي فهي ما عندش معلومات أنه خدمتها مثلا تنجم تفتح لها أفاق أخر تنجم يعني كان كيف شك قلوا المعلومة محدودة عندهم أنهم فقط يخدموا في الأرشيف يحطوا ملف ويهزوا ملف لكن قطر يتمشي لهم أنت اللي أنت تخدم في مكتبة وتعمل في مشروع بلام وتحكي لهم اللي أنت مثلا حضرت المؤتمر في باريس وحضرت المؤتمر في اليونسكو وحضرت وحضرت فهم أبيضهم وقتها يوليوا مهتمين أكثر بقريتهم يوليوا مهتمين أكثر مثلا في المرة هذه خاطر الحاجة اللي علش حكيت عن الموضوع هذا خاطر نهارتها كمشيت للجامعة القسم كله كله نساء فالمجموعة كلها والأستاذة هي اللي تواصلت معايا فيعني كنت كينوا عندهم فكرة أنا ككملت معاهم الحديث وكملنا حكيت لهم على ويكيبيدي خرجنا فكرة أخرى وخرجنا بعقلية أخرى حتى الأستاذة بعدها كلمتني تحسهم قتلي فرحوا واللي مهتمين أكثر فأنت ديما تحاول تركز على كل موضوع وشنين الحاجات اللي تهم النساء بيش تجلب أكثر النساء يحضروا ويشاركوا نعم سيدة زينب فالأهم هو أنه نعرف التوجهات ديال هذوك النساء ونحاول نحط الأهداف اللي ممكن أنها تستقطب واحد النوع معين ديال أو كيف ما قلنا أنه النساء اللي تتحتم بالعلوم فيجب أن تشتغل في العلوم وما إلى ذلك هنا سيدة ساندرا كيف تقيمين تمتيل النساء في المشاريع الويكيميديا العربية مقارنة بالرجال حقيقة في المشاريع التحريرية الويكيميديا العربية أجد النساء يحررون شفل قليل أو لا يظهر أن المحريرات هم إنس لأن هناك تفضيلات في وكيبيديا تعطيك ألا تعطي الصفة جنسية لك لذلك نجد الفجوة واسعة بين الذكور والإنس وأعتقد أحد الأسباب هي خوف من التمييز أو رغبة في الإخفاء الشخصية وهذا واضح في وكيبيديا العربية أيضا من ناحية أخرى هناك كما أحد الدراسات أظهرت أن مقالات الإنس هي أكثر عرضة للحزف من مقالات الرجال منهم أو الذكور لو كانوا بنفس الدرجة من الملحوظية فهناك وأيضا قد يحدث بعض من التهميش للإنس لذلك نجد ضعف بشكل عموما بمقالات الإنس أو بالتمثيل للإنس أو النساء في وكيبيديا العربية أو في مشاريع وكيبيديا المختلفة أعتقد أن هذا يتعدى وكيبيديا العربية ليصل أن الدراسات ظهرت في وكيبيديا الإنجليزية أيضا وليست فقط في العربية فأجد لكن في النواحي المؤتمرات مثلا أو في النواحي التمثيل في مشاريع مؤسسة وكيبيديا نجد حضور جيد للإنس مثلا في الاجتماعات التي توقض على المستوى العالمي من تجربة الشخصية ولا أريد أن أعمل وجدت أن هناك عدد جيد من الإنس مقابل عدد جيد من ذكور الذين يحضرون الاجتماعات أي أن النساء تحضر الاجتماعات مثل الرجال قد يكون هذا وقت مناسب لهم لحضور الاجتماعات فحسب الموضوع فيما خاص التحية وجدت نسبة الرجال أو الذكور أعلى من النساء بينما حضور المشاريع أو حضور المؤتمرات وجدت أن هناك نسبة جيدة للنساء يحضرنا المؤتمرات أو يشاركنا في الفعاليات عبر الإنترنت نعم للأسف سيدة سندرة أنه أن النساء يعانين من هذا المشكل فكما قلت ولو أن المقالة لها ملحوظة فإنها تحدث مقارنة مع المقالات التي كتبت من طرف الرجال أيضا هناك إخفاء للشخصيات ربما يرتبط بحياتهم اليومية أو ما إلى ذلك لكن أمر جميل أن تكون تمتيلية النساء في الاجتماعات قريبة من تمتيلية الذكور كما قلت فهي تكون لا بأس بها مقارنة مع تمتيلية الرجال فهذا جيء جميل أليس كذلك هنا سأنتقل مرة أخرى إلى سيدة زينب ما هي المبادرات أو البرامج التي تم إطلاقها لدعم زيادة مشاركة النساء في ويكي ميديا العربية بصراحة ويكي ميديا العربية ما عنديش فكرة كبيرة مناجم نحكي انجنرال يعني على ويكي ميديا ككل فما مثلا أنا في الوقت الحالي أعضو في في ويكي لفز وومن فوكس جروب نوع ويكي لفز وومن هي مجموعة معناتها تشتغل على عدة مشاريع كما فما مشروع البودكاست مشروع مبادرة شي سيد هذو ما مبادرات يعني يدعموا المحتوى النسائي معناتها في أعلى مشاريع ويكي بيديا وفما كذلك كما حكيت لتقبيلة Art and Feminism كيف كيف هي مبادرة عملة مجتدعم المحتوى اللي خاصة النساء اللي عندوا علاقها بالفن والفنون فهو فما مبادرات لكن بصراحة في المجتمع العربي ما نتفكرش هما مبادرة مختصة عملناها معنتها للنساء فقط أنا ما نتفكرش يمكن كان سندرة عندها المعلومة تنجل بتقول لك أو كان أنت أنا ما نتفكرش إنه عملنا مبادرة خاصة بالنساء حاجة أخرى موجودة هو الويكي ويكي ويمينز كامب اللي هو يصير تقريبا معاش كل سنة والحاجة كما هات اللي هو كما قلوا مؤتمر يكون فيها كان النساء ميتم فيه معناتها المحاورات والتشاورات حول المشاريع اللي قاعدين يخدموا عليها وكيف يصير التطور وكل شيء أنا حاقة عملي ما حضرت له لكن نحس حاجة مهمة مع تعمل الأشياء اللي قاعدة تصير بيش ترجع أنه النساء يكون تكون أكثر معناتها تعمل أكثر في المشاريع حاجة أخرى مثلا المؤتمر منعاش كيفاش يتم الدعوة ليها وكيفاش يمشيوله النساء أو كيفاش يتم ليه لأنه في أغلب الأحيان تلقى المؤتمر صار وكل شيء من دونك أنت مرك امرأة أو مشاركة أو حاجة توصلك المعلومة فهذه من الأشياء اللي مهيش مفهومة لكن نتمنى نتمنى أنا أنه يكون عنا حاجة كما ويكي Love's Women تكون عنا حاجة غصة بالمجتمع العربي نتنجم هي فكرة طوى بديت طوى من البودكاست هذية نتنجم أنا وصندرا نبدأ نخمو فيها لأنه بصراحة عنا نساء ما شاء الله عليهم يعني في المجتمع العربي خدموا ياسر وعطوا ياسر ومنتم نجم نعملوا حتى حاجات يعني بش كتقدير لنساذوكم ولا حاجة ما تتنجم تكون حتى بودكاست نعملهم هما نعملوا نستضيفوهم هما بش يحكيونا على تجربتهم و أنا جتوقعت نتحاور معكم في أفكار ولا أكثر ولا أقل لأنه مع الأسف معنش حاجة خاصة للمرأة في المجتمع العربي فياريت تكون عنا فكرة نعم سيدة زينب صراحة أتفق معك في هذا بهذا الخصوص وصراحة نود أن يكون هناك بودكاست عربي خاص بالنساء العربيات أو بالنساء بصفة عامة اللواتي اشتغلنا بويكيميديا العربية وحقيقة كما قلت كان لي شرف استضافة مجموعة من النساء زينب ثاندرا سيرين ميرفت وسادة رشيدة روقي يعني كانوا وسادة حيات كان هناك مجموعة من النساء من مختلف دول الوطن العربي واللواتي اشتغلنا بشكل كبير بويكيميديا العربية سواء فيما يخص الصنظيم أو الكتابة أو يعني في مختلف مشاريعها وحقيقة هذه النساء يجب أن يحتفى بهم على الأقل ببودكاست كما قلت أو هناك مجموعة من الأفكار التي يمكن الحديث عنها فيما بعد ومناقشتها من أجل إبراز دورهن هنا سيدة سندرا أنت كتبت أكثر لديك أكثر من 30 ألف تعديل بويكيبيديا كيف تفسيرين وزود مقالات أقل حول النساء مقارنة بالرجال في ويكيبيديا بصفة عامة أعتقد أن هذا الأمر يرجع فاريخيا إلى المجتمع أولا فلا نجد العديد من العلماء أو الباحثات أو الأديبات قبل قرن الثامن عشر مثلا أو قد يكون عدد قليل جدا مثلا نعرف هناك أفلطان ونعرف هناك العديد من الفلاسفة الزكور أو الرسامون الزكور لكن لا نعرف أي من النساء رغم أن النساء كنا نصف المجتمع منذ بدء التاريخ وأيضا هناك مثل ما ذكرت بادي أم في السؤال السابق أن هناك من تهميش قليل تهميش للنساء سابقا كان وكان هناك الزكور كان هناك أعلى وأيضا مرحلة الموضوع الأخير هو أجد أن قد تتفانى الأنسة أو تتفانى المرأة عن الرجل وتكتب عن الرجال حتى نساء عندما يدخل لنا يكتب عن الرجال لا يكتب عن النساء بنسبة أعلى فلذلك هذه عدة عوامل قد تؤدي لوجود مقالات عن الرجال أكثر منها عن النساء وقد لا تكون تغطية جيدة عن المرأة لنستطيع توسيقها في وكيبيديا لأن وكيبيديا هي ليست مصدرا للمعلمات يجب أن أو من مصدر غير موسوك لا يمكن أن يكتب عنه لذلك أيضا هناك نقطة أخيرة هي وجود مصادر موسوقة تدعم وجود الشخصيات النسائية وتدعم وجود هذه الأشخاص نستطيع الكتاب عنها والتعي بها وإزهارها للضوء أيضا نعم صحيح سيدة ذينب حقيقة أتفق معك في هذه الفكرة خصوصا عبر التاريخ عبر التاريخ فإننا قرأنا عن الرجال أكثر ما قرأنا عن النساء فالنساء معدودات على الأصابع كما نقول فمثلا في المغرب أو لا نعرف غير مثلا هناك فقط بعض النساء مثلا ذينب النفزاوية فاطمة الفهرية يعني قليلات جدا النساء التي كتب عليهن في التاريخ للأسف هذه فرصة أيضا من أجل العمل أكثر على هذه النقطة وتطويرها خصوصا أن النساء اليوم منهن كاتبات أديبات أستاذات طبيبات ويلعبنا الدور مهم في المجتمع وفي بناء التاريخ الحالي إذن في نفس سياق سيدة سندرة كيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية مشاركة النساء في تحرير وتحسين محتوى ويكيبيديا أعتقد برأيي أن هذا الموضوع يعمل عبر المشاريع التي تدعمها المجموعات لأن الأشخاص تفضل العمل الجماعة على العمل الفردي مثلا عام 2020 نظلنا في مجموعة ويكيبيديا بلاد الشام ما يسمى بمشروع صبايا الويكي هي كان من أول مداخل التي كنت أدخل بها الويكيبيديا العربية هذا المشروع هدف إلى تطوير المحتوى النسوي المتعلق بالنساء سواء في مجال الكتابة عن شخصيات النسائية أو الكتابة عن مجالات تتعلق بالنساء في مجال الصحة والطب والتجميل والعناية والأطفال ونواحن أخرى هذه واحدة من الأفكار التي تكون جيدة جدا هي تطوير أو دعم مبادرات خلال النساء دعم مبادرات ليس فقط الكتابة عن شخصيات النسوية وأيضا عن مواضيع تخص الإناص هناك مواضيع مثلا تجميل اليوم يخص النساء أكثر منهم يخص الرجال يمكن أيضا تطوير هذه المواضيع التي تتعلق به أيضا من ناحية الأخرى يمكن عداد المسابقات وتبني مبادرات تدعمهم أستويكي ميديا فهناك مثلا كما ذكرت زينب والتعمل ضمنها هي ومشاريع أخرى يمكن أيضا عمل ضمنها بتطوير المحتوى النسائي وتطوير المحتوى المتعلق بالمرأة هذه أحد الأفكار التي تساعد في تطوير المحتوى النسائي وأيضا البحث عن مصادر موصوقة للنساء هناك كتب مخصصة عن أو السيارة الزاتية للنساء يمكن أيضا تفريغها في وكبيانات أو العمل فيها وكبيديا العربية وإستفادة منها في وكبيديا العربية فهناك العديدنا الأفكار لكن نرغب بمتطوعين ونواجه الدعوة من هنا للجميع لمن يرغب بالتطوع يمكننا سيكون هناك مشاعرين مستقبلية حول الأمر نعم سيدة سندرة هنا سنفتح الباب من أجل تشجيع المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا العديدات بالتطوع لأنه كما قلت هناك مجموعة من الأفكار ومجموعة من الأشياء التي يمكن القيام بها لكن نحتاج إلى متطوعين لأن عملنا بويكي ميديا فهو عمل تطوعي محد نشتغل كمتطوعين لذلك أهلا بكل من يرغب في التطوع في مختلف المشاريع الويكي ميديا العربية سيدة زيند فيما يخص التحرير كيف يؤثر وجود النساء المحريرات على نوعية وتنوع المحتوى في ويكي ميديا العربية هو أكيد معنتها وجود نساء بشيكون عنده أثر معنتها على المحتوى النسوي في ويكي ميديا فأكيد كل ما يكون المشاركات معنتها من النساء كل ما يزيد المحتوى هذا تفكيرنا لكن كما كانت تحكي معاك سندرة قبيلة يعني مش في أغلب الأوقات يعني نساء أغلب الأوقات نساء ما تكتبش عن نساء نساء تكتب على حاجات أخرى كما قتلك قبيلة عوما تهمها أكثر فمعنتها أنا نشوف النساء محررات نساء محررات في المجتمع العربي ما شاء الله لهم لكن ما نعرفش يمكن لازم يكون فهم عمل أكثر حاول أن نشجع نساء على زيادة محتوى النسوي خاصة هم يزيدوا في محتوى نساء ومحررات موجودين وعندهم موجودهم وماشاء الله عليهم حتى في يعني كيفاش يديفعوا على المقالة مثلا كتكتب مقاله كما كانت تحكي معاك سندرة لو عنا كلنا نعرف في الويكيبيديا لازم يكون عندك ريفرنس يعني فمش ريفرنس راهو المقال أكيد بش يتفسخ فالمصادر حاجة مهمة معنتها أنا مثلا وحدة من الناس حاولت نكتب على النساء لكن المصادر خانتني يعني في الاخر كي نشبد أنا مصدر تاريخي حاول شخصيات أعطعت لتونس مثلا يعني أنا مهتمة بالنساء التونسيين أعطعت لتونس برشا حبيت نكتب على مقالات لكن التاريخ لم ننصف هنا معنتها هذك الواقع يعني تاريخيا الشكولي كان يكتب التاريخ هم رجال يعني فأغلب يعني المصادر ما هيش عادش يعني سئة حقها يعني تلقاها أروى القيروانية عملت ألف حاجة في حياتها يكتب لك على فقرة صغيرة يعني تكتب أنت مقالة حول شخصية مهمة تلقى رحك تكتب تلافق أسطرة بدرة مقالة مش حتى مقالة يعني تولي عندك معاش عندك رغبة أنك تكمل ومبعدتش بتفرج حتى في الوثائق كتشوف قداش من وثائق يحكيها على الشخصية تلقى فما تناقض فأنت معاش تعرف أنه المصدر صحيح وانه المعلومة صحيحة فتولي ما تنجمش تكتب على الشخصية ما تنجمش تعطيها حقها كما قال فبالنسبة لأينا معنتها هو وجود نساء حاجة مهمة ولازم يصير فما تشجيع أكثر حول المحتوى النسوي اللي يوقعت عنده سنين معنتها يخدموا عليه معنتها كمجتمع معنتها أن يصير فما أكثر نصاف معنتها في المحتوى وأكثر انصاف معنتها لوجود المرأة معنتها كالكسوا معنتها كمحررة أو كمقالات مكتوبة عنها فإن شاء الله نزيده نخدمه أكثر ونشهجه أكثر نساء إنهم يكونوا متوجدات نعم سيدة زينب وفي نفس السياق سيدة سندرا ما مدى توفر الدعم المجتمعي والتدريب للنساء التي يرغبن في المشاركة في ويكيميديا العربية حقيقة هناك من ناحية الدعم المجتمعي مثل ما ذكرت زينب وذكرنا سابقا أن هناك ضعف بالتوسيق حول النساء وحول المحتوى النسائي في المجتمع العربي عندما نريد أن نبحث لكتابة عن النسوة عن المحتوى النساء قد يكون هناك من صعوبة لتوسيقه وصعوبة الإضافة إلى ويكيبيديا لذلك حتى عندما ننتقل للمرحلة الأخرى وهي إيجادة متطوعين ونشط متطوعين وهناك عديدنا الفتيات عديدنا الشابات التي تطوعنا للعمل في ويكيبيديا لكن المحتوى يخن هنا يعني ما بيقدر يكتبوا عن النساء ما بيقدر يكتبوا عن محتوى النسائي بشكل جيد لأنه ما في مصادر موثوقة أو الوصول لها صعوب يعني معنى معروفة بشكل جيد لحتى تقدر تحصل علي وتكتب وتكتب منها أو يعني ما متوافرة يعني ما متوافرة للمستخدمين اللي يكتبوا بشكل جيد فهي الدعم المجتمعي هي التوثيق حول النساء لازمين قدين تغير في المجتمع يعني حتى نحن وقت جينا نكتب عن النساء الفلسطينيات بالفترة الماضية كان في كتير ضعف بالتوثيق عن النساء الفلسطينيات اللي غيروا حتى بالقرن اللي هو عشرين يعني ما منحكي بالقرون السابقة يعني سوى بالتسعينيات أو بالفترة الحالية ما في توثيق للنساء مثل ما في توثيق للرجال فهو لازم يكون في دعم لهيدا النوضوع دعم من المجتمع العربي اللي هو خارج وكبيديا يعني أي شخص هون ممكن يشتغل بالصحافة وبيسمعنا أو بيسمعنا هيدا البودكاست نطلب منه وهو يبحث نساء بارزات ويحاول يكتب عنهم أو يحاول يضيق عن عملهم لو كانت إضاءة بسيطة بس هي ممكن تفيد للمستقبل ممكن شخص بعد مئات سنين يشوف أنه هادي الشخص عملت تغيير بالمجتمع يعني نعم سيدة سندرا هذا يعني صلب أو نطلب المساعدة من الصحفيين وأيضا من المختصين والمؤرخين ليساعدوا على الكتابة في ويكيبيديا على النساء لأننا كما قلنا نحتاج دائما إلى المصادر فالمصادر جد مهمة في كتابة المقالات في ويكيبيديا فنحتاج إلى مصادر تتحدث عن النساء حول التاريخ هنا سيدة زينب ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه النساء عند محاولة المشاركة في المشاريع الويكيبيديا بصفة عامة بصفة عامة أعتقد أحد التحديات هو التزامات للمرأة لأنه كما نعرف المرأة عندها التزامات وعندها ضغطات فما مرأة متزوجة فما المرأة الأم فما الأم العاملة فما فما المرأة العاملة فقط فما المرأة للطالبة اللي عندها وقت للجامعة فما يعني فما عدة التزامات للمرأة وكما نعرف المرأة تقوم بألف مهمة في اليوم فالالتزامات هي أحد الحاجات أحد التحديات يعني التي تواجه المرأة اللي هي كيف مربوطة بالوقت يعني وقت المرأة تكون عندها وقت للتطوع وتعطي من وقتها معناتها للتطوع بصفة عامة ومن حاجات الخين زادة اللي شفتهم يعني حسب تجربتي خلال السنوات الفارطة يعني كيف المرأة اللي يهمها أنه يكون فما تقدير تقدير للعمل اللي قامت به تقدير المجهود اللي قامت به لأنه في وقت معين بعد ما تكون برشا حاجة اللي تكون برشا مجهود ما يصير فما تقدير من طرف الآخر أو من طرف المجتمع اللي أنت فيها أو من طرف الفريق اللي أنت فيه فيتولي معناتها معاش فما كيف معاش فما اللونكوغاجمو معاش فما التجيع والرغبة إنك تزيد تعطي أكثر أو إنك مثال تكون أنت تنزلت على وقتك مثلا مش تمشي تقعد تتفرج في فيلم أو تشرب قها مع أصحابك أو في وقت فراغ وتحب الوقت هذيك تمشي تتطوع فيه والآخر الناس اللي أنت تتطوعت معهم أو الفريق اللي أنت تتطوعت معها وخدمت معها ما يشوفوش مع أنتها تقدير الخدمة اللي أنت خدمتها فأكيد أني سيء في وقت معين بيش تنسحب أو بيش يولي معاش عندها رغبة أو بيش يولي ما كان إنها جيك مثلا مرتين في الشهر أو ثلاثة مرات في الشهر أو أكثر يعني حسب كل كل مرأة كيفيش توقع جيك مرة في الشهرين مرة في الستة شهور مثلا جيك تطوع شوية وتمشي مثلا أنا مثال بسيط أعطيته فيعني ديما مع أنت من الحاجات اللي أنا ديما نشجع عليها إنه ديما نعطيه قيمة للمطوعين معنا يعني ديما المطوع تعطيه قيمة على الخطر هو يعطيك من وقته يعطيك من جهده فبش يعمل حاجة اللي أنت تحبها ولي هو تحبه فأقل حاجة أنك تقدره نعم سيدة زينب فالتقدير هو من أهم الأشياء التي تساعد على الاستمرار ذي ومهم جدا من أجل الزيادة يعني بالمشاريع إلى الأمام هنا سأسأل سيدة سندرة كيف يمكن تعامل مع التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تحول دون مشاركة النساء في المشاريع الويكيميديا أعتقد أن أحد الحلول هي بتنظيم الوقت وإيجاد الوقت المناسب للتطوع أو وجود مكان للتطوع مثلا أن يكون هناك لقاء شهري لمجموعة المستخدمين أو لقاء أسبوع لمجموعة المستخدمين الذين يجتمعون ويتطوعون سويا أو يحررون أحد المقالات سويا أو قد يكون هناك نقطة أخرى مثلا قمنا بها هي تطرير مقالة مختارة ضمن فريق عمل فيكون هناك تجد يجد هناك التزام أيضا مثل أي التزام آخر في تطوير مقالتهم باتجاه آخر أيضا التوعية بأهمية العمل أو أهمية ما تقوم به المرأة لأن المرأة هي ليست فقط لما تقوم به بأعمال منزلية وأيضاً وإنما الأعمال الفكرية هي تقوم بالتغيير في المجتمع أيضاً ما تقوم به هو يغير المجتمع وإيجاد سبعاً أوسع للمساواة بين الرجل والمرأة أيضاً توزيع الأعمال المنزليها فواحدة من النقطة هي أن يكون هناك مثل ما هناك مهام داخل المنزل للمرأة هناك داخل المنزل لأخاها أو لزوجها أو لما تقوم به لعائلتها نعم أكيد سيدة سندرا فتنظيم الوقت هو من أهم الأشياء التي قد تساعد النساء على المشاركة في مشاريع الويكيميديا وكما قالت فإن أعمال البيت أول أشغالها فهي ليست من وظيفة المرأة فقط فهي من وظيفة الساكنين بالبيت بصفة عامة أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد أكيد نعم هنا سيدة زينب ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التقاء وتمكن نساء من المشاركة بفعالية في المشاريع الويكيميديا هو تعزيز التقاء يتطلب شوية وقت يعني لش يكون عندك نساء يعني يحضروا لك الأكثر من مرة فأكيد لازم الموضوع هذا يأخذ فترة زمنية محدة يعني مش في أول لقاءها صعية بنت الثقة بيني مثال بيني وبين المتوعة هو مثال فتعزيز الثقة لازم ها وقت لكن النساء كيفاش بيش تتعامل معاهم تتعامل معاهم كما قلت لك قبيلة حسب حسب اهتماماتهم يعني أنا كزين أنا إنسانة مهتمة بالتراث والموروث التونسي والثقافات وغير التراث والموروث التونسي أنا إنسانة مغرومة بالتاريخ والثقافات والتراث والموروث فبش نلقى روحي بش نحضر معناتها في ووركشوب معوني بش إنه نعطي معناتها في الحاجة اللي نحبها فأكيد أنا بش نحضر مرة長 واثنين وثلاث وثلاث معاهم بش نحضر مثلا في ووركشوب يحكي على مثلا على المحتوى العلمي مثلا على المحتوى العلمي دي أنا منيش مهتمة به مثلا فبش نلقى يعني في الأخر لازم تلقى حاجات المشتركة اللي يهموا المجموعة من النساء اللي هكيكا يخليهم معناتها مرتبطين أكثر بالعمل التطوع عن المجموعة أو الفكرة أو المسابقة أو المشروع اللي أنت يتخدم فيه نجم تقسم خدمتك على عدة مشاريع على عدة مجموعات كل نساء تقوم في المجموعة اللي هم مهتمين بها. أنا كإنسانة نحب تنظيم المؤتمرات وتنظيم الندوات وتنظيم الوركشوب. الحاجات هذه أنا عندي معناتها حاجة حاجة نحبها. نرقى روحي يقول لي زين بتحضر معانا في الحالة هذه بشتعاوض. نرقى روحي نمشي نمشي مرة واثنين وثلاثة خاطر. أنا نحب الحاجة هذه. نعتقد أنه العلاقة تتبنى أولا بالرهبة متاع المتطوعة. هي نفسها هي شنية تحب. وكيمة نجم تجي تكتشف مثلا. هي تكون مثلا ما عندهش فكرة حول التطوع وما عندهش فكرة حول شنية أصلا ويكيميديا وشنية يعملوا وشنية ما يعملوش فما الناس قبل كانت تجي تحضر في الورشات بيش تفهم أنتوما شنية شنية تعملوا وشنية ما تعملوش وتعجبهم الفكرة ويوليو يحضروا معاك على خاطر هما تفهموا أنت فيش قاعدة تعمل وتشيركوا معاك مثلا في فكرة مثلا ثقافة للجاميع أو محتوى للجاميع عجبتهم الفكرة فهو ولا يحب يتطوع ويكون موجود معاك. فأنا نحس أنه أهم حاجة هو الرغبة المتطوع والاهتمامات خاطر هي اللي بيش تخليك أنت تنجم تجيب أفكار جديدة ما كانتش على بالك تنجم تجيك برشة أفكار مثلا وحنا ناخدهم مثلا جاي ونا قدش من فكرة متاح حكاية أعملناها. عليش على خاطر ناس يجي تحضر وتتكلم معاك قلت مثلا إخي ما فهم ليش محتوى على مثلا مدينة تونس عليش ما فهم ليش محتوى على مدينة تونس وليه هي معانتها من الأقدم من المدن تاريخيا في جمال إفريقيا فجي تشوف تعالش مفهميش محتوى تقى معانتها لأنه ناس ما عندهاش المصادر فأنتي تمشي كمعانتها كعوضو تمشي تلوج اللي هو عنده المعلومات كما الأرشيف الوطني كما جمعية بتاع الجمعية بتاع تونس اللي هي بالحفرة على مدينة تونس لكن اللي قينا عندها معانتها أرشيف كبير حول مدينة تونس وبها هي هنا جلنا خدمنا مشروع اسم مدينة تيديا اللي هو تخدم معانتها ورقى نجاح ورقى معانتها أنه فهمة برشا نسو أخرين خلية الأفكار وخدمت الفكرة وخدمت عليها وزي تطورت فيها فيعني الأفكار الجي معانتها حسب حسب أنت شنية معانتها رغبة الناس وحسب الأفكار اللي تنجب وطرحها عليك وحسب فيعني بالنسبة لي الخطوات معانتها اللي تم اتخاذها لتعزيز الزرطيقها معانتها وينساء يكونوا مشاركين كم حكيت لك قبيلة يعني يمكن النساء لازم عندهم خصوصيات أنه يكون عندهم الوقت والفراغ وكل شي تحاول أنك ديما تعملينهم حاجات في وقت فراهم أو حتى مدار يشاركوا معك أنا مثلا في الوقت الحالي قاعدة في البيت فإنا نشارك معانتها مانيش في تونس ونعيش في بلد آخر فالوليد أنا نشارك أوديني معانتها نحضر الاجتماعات نحضر حاجات فنحاول أنه أنا معانتها نعاون حتى نساء مثلا في تونس أو في أي بلد آخر وأنا مانيش حتى لو أنا مانيش في البلد ذلك لكن نحاول أني نعاون فإذا كان كيف مقاطق إذا كان المرأة خلاص ما تقتنعت بالموضوع وقتنعت بالهدف معانتها وإذا كان هو نفس الهدف متاحها فأكيد هي بش تكون تكامل عليها خلق أنه المرأة كي تبدأ في حاجة ما تقصش عليها تكملها للأخر نعم سيدة زينب هنا إن سألتك عن ما هو المشروع أو لما هو أحسن مشروع شغلت عليه أحسن مشروع هو نجم أقول هو Wikipedia Residence The Glam The Glam Project كانت عندي فرصة إني اشتغلت في مكتبة مكتبة Bibliotheque de Décision في تونس نعلوم الأديان في تونس مكتبة علوم الأديان في تونس المكتبة فيها بصراحة فيها تاريخ كبير للتونس والنورث أفريكا ككل معنتها وشامل إفريقيا كل حول الديانات وحول التراث متاع شمال إفريقيا فمعنتها أنا أكيد اختنمت الفرصة هذيك بما أني وقت لاتخذت المكتبة أنا كنت أصلا عضوة معناتها في مجموعة مستخدمي تونس فجيت للفكرة معناتها أن يكون معناتها نعمل Wikipedia Residence متطوعة كWikipedia Residence يعني ما كانش فهم المقابل لكن كانت فهم مع معناتها لأنه علش فهمش مقابل لأنه أغلب الWikipedia Residence يكون عندهم يعني مقابل مادي يعني بصفة عامة أنا كان مقابل مادي بتاعي نخدم المكتبة يعني أنا نخدم مسؤولة معناتها كنت مسؤولة على المكتبة ففي نفس الوقت فكرة المشروع فكرة المشروع جيت لأنه أكيد نرجع نقول لني حبي التراث والمعروف تونسي فاشتغلت على الكتب اللي عندها تاريخ وعند الكتب اللي هي في دمين ببليك اللي نجم ومعناتها ننشرها بس محنة قانونية إنه تم نشرها على الWikicomments ولا على الWikisource فاشتغلت إني نوثق معناتها الكتب بذيك إني نسكانيها يعني ما بعرف معناتها سكانر بالعربية وننزلها معناتها كPDF أو كصور إذا كان فهم صور وخرقت وكل شي فكانت التجربة مهمة يسر لأنه لأنه أيها تصويرها تصويرها ذوقيا شكرا سندرا فيعني تم معناتها عمل على المشروع هذيك وكان كأول معناتها مشروع يتخدم في إفريقيا ككل وفي المجتمع العربي في الوقت ذاك لأنه أنا سنة 2015 وديتوا المشروع وقعت حد سنة 2018 المشروع لماذا حكيت لك عليه مهم لأنه أولا زاد المحتوى حول تونس ومحتوى تاريخي ومحتوى معناتها أنا كتبك نزلها تعاون المحررين إنهم يكتبوا المقالات فكان فما تواصل يجيوني حتى ميلوات زين بالكتاب هذا موجود عندكم زين بالكتاب هذا تنجم تحبطون فوصلت يعني لمرحلة إنه الناس تطلب مني كتب معينة اللي أكيد نجم يقول هي النجم نحبطها خطر القانون كيف نحترم قوانين النشر فأنا كنت فرحانة وقال لي عبد يكلمني أو يبعث يقول لي أنا محتاج هدايا بش نكامل به المقال أو محتاج هدايا لأنه طالب في الجامعة ونعمل في بحث وأنا نسكن في بلد من عرش وين فتلقى هو مش في تونس أصلا هو في بلد آخر ويعمل في بحث في الدكتوراه أو في الماجستير بتاعه حول موضوع معين عنده علاقة بكتاب من الكتب الموجودين عنه في المكتبة فأكيد حسيت روحي عملت إضافة وذلك عليش حكيت لك علي لأنه وقت اللي تحس روحك عملت إضافة تحس روحك أنك فت شخص في الدنيا هذية مثل تكون كان فرحان التجربة كانت رائعة بالنسبة لي ونتمنى أن نشوف وعننا أكثر أكثر من ويكيبيدي مقيمين في المجتمع ومع تفل في المجتمع العربي وكنت حتى كنمشي زيارة مثلا البلد ترقاني مهتمة بالحاجة أنا وقت اللي بشي تزيارة لبنان في مؤتمر آخر معنوش علاقة لقيت روحي وماشي نتفرج في الجامعة الأمريكية ودخلت شفتهم معناتها فيش عاملين معناتها المكينيات بتاع سكانر وكيفش يحفظ على الكتب وكيفش الرقم على الكتب قاعدة تصير حاجة رهيبة معناتها فنتمنى أن يشوفها في تونس بأبو كنت المو مهتمة فكنت حتى وانا في ماشية في سياحة أو في حاجة تبقى نمشي للمكتب الأخرانية نشوفها لأنه خلص معناتها الغرام ولا موجود فيها فهمت فأنا شجاء المشاريع كما هكذا تكثر أكثر في المجتمع العربي وفي إفريقيا ككل لأنها نقصة في أوروبا يخدموا لها عندهم سنين وعمل معناتها مدفوع ومشاريع هيلة ومعناتها كما كنت تدخل تشوف البريتش موزيم وغير ومعناتها فما حاجة تستطيع بها تيران لكن نحن منزلنا شوية في الموضوع هذين نقصين نعم سيدة زينب وأنت تتحدثين خلال الحلقة دائما تتحدثين عن شيء وصراحة يصير انتباهي ونؤمن به كثيرا وهو أن نحب ما نقوم به لأنه عندما تحدثت قبل قليل عن النساء وعن المشاريع التي يهتم بها قلت أنه أولى مثلا في المسابقات قلت أنه المشاركين أغرموا بالعمل الذي يقومون به يعني أحب العمل الذي يقومون به وحينما نحب ما نقوم به فإننا نبدع فيه ونستمر في القيام به صراحة سيدة زينب هذه الفكرة جد مهمة يجب علينا أن نحب ما نقوم به سيدة ثاندرة ما هي المقالة التي كتبتها وظلت راسخة في ذهنك حقك بالعود إلى ذلك كنا العديد من المقالات المميزة التي دائما ما أجع عليها واحدة منها هي قائمة إصدارات عالم المعرفة التي أعدتها مع فريق عمل وهي مميزة لأنها تسرد أعمال السلسلة العالم المعرفة هي سلسلة كتب شهرية كانت تصدر أو ما زالت تصدر عن مجلس الوطن للثقافة والفنون والأداب في كويت وهي مواضيع علوم مختلفة وأيضا وفرنا هذه الكتب للمجتمع كاملا أي المراجعة تحتوي على الكتب أيضا لذلك هذه كانت مميزة أيضا موضوع آخر هي موضوع معاجم القوميس والطالس وهي صفحة توسق جميع المعاجم القوميس والطالس من العربية أو إلى العربية أو بالعربية وهي تحوي قرابة ألف معجم موثق ويستطيع المجتمع العربي الوصول إليه أهمية هذه الصفحتين أنها توفر مصادر موثوقة للرجوع إليها وأنها هناك يعني عدد كبير من زيارات التي تشاهدها الصفحة مثلا صفحة معاجم القوميس والطالس يوجد بها في الكبيدة العربية قرابة 30 ألف استشهاد حتى الآن صفحة عالم المعرفة هناك زيارات دورية لها للصفحة وبعدد كبير جدا مئات المستخدمين ينزورون الصفحة شهريا لذلك أجد أن هاتين صفحتين بالإضافة إلى عمال أخرى مثل قائمة العملات الورقية والنقدية اللبنانية أو سياسات أخرى تطورتها مثل لماذا حصفت صفحتي هي أعمال تجربة كثير من الزيارات وهي مهمة جدا للمجتمع وغالبا ما أسعب في بحث لتوصيق المعلومات ولإيجاد مصادر لكي يستخدموها الآخرون لتوصيق معلومات لديهم لذلك أجد بالأهمية صفحات للتوصيق مثل صفحة معاجم قوامس وأطالس هي للوصول للمعاجم أو الوصول للقوامس أو للتراجم تحقو أيضا الصفحة على تراجم أو أطالس يستطيع الوصول منها إلى معلومات عن شخصيات أخرى وأيضا وجدت في صفحة معاجم قوامس وأطالس كتبا عن النساء عن توصيق تراجم عن النساء يمكن الاستفادة منها لذلك أجد أن هذه الصفحات هي من الصفحات الهامة جدا بالنسبة إلي وهي أسعى أن تقوم ببعض التغيير في المجتمع عند البحث بها أو عند الاستزادة منها لذلك هذه الصفحات هي صفحات مهمة جدا أو صفحات برأيي قد تستعر تغييرا في المجتمع نعم سيدة سندرا حقيقة صفحات مهمة جدا ونطمح أن نحصل على روابطها من أجل تقسمها مع المستمعين لأنه ستفيدنا جميعا هنا ككلمة أخيرة سيدة سندرا ماذا يمكنك أن تقوله لنا أريد أن أقول أنه جزيل الشكر لكم على هذا البودكاست أنا من متابعيه منذ زمن وحقيقة ممتاز جزيل الشكر على العمل على التعب ولمجموعات المستخدمين المغرب ولكي أستاذة لبنى على هذه الجلسة ولكي زينب على هذا اللقاء وأرجو من جميع المستخدمين أن يبادروا بالتطوع والكتابة في الكوبيديا العربية نرجو في هذه الجلسة الكتابة عن النساء والمكتوى النسائي لكن عموما أي معلومة تجدونها موثقة أو أي بحث تجدونها نفسكم هواتا به أو شغفون به أدعوكم للعمل والتطوير به وإضافة المعلومات إلى الكوبيديا العربية وتوسيقها ومشاركتها مع العالم وعدم حبسها لأنفسكم أرجو أن تقوموا بنشر المعرفة للجميع وبشكل حر شكرا لك شكرا لك سيدة سندرا ونحن جد سعداء بقبولك الدعوة وباستضافتك اليوم معنا سيدة زينب ككلمة آخرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا شكرا شكرا سندرا شكرا عزيز تيلوبنا شكرا لكل القائمين على مشروع البودكاست لأنه فكرة فكرة رائعة وتخلي معنتها أنه تبادل الأفكار وتبادل المشاريع وتبادل الخبرات يعني الناس اللي ما عنتهاش فكرة تسمع البودكاست تاخد برشة أفكار الكلمة الأخيرة أني شجع على المستمعين والمستمعات أنهم يبادروا يعني بالمشاركة في المشاريع المشاركة والتطوع في المؤتمرات والتحرير أكيد فكل شخص حسب اهتماماته وكل شخص حسب الحاجات أني نجم يعطي فيها أكثر في إبادر ويعطي لأنه أول ما تبدأ معنتها أول ما تبدأ معنتها تطوع أول ما تبدأ تعطي في حاجات على المشاريع في بيكي ميديا ما تنجمش تبطل أنا شخصيا حتى كي وقفت لعدة سنوات لعدة أسباب لقيت روحي نرجع ندور ندور ونرجع لأنه في الأخر نحس روحي الحاجة هذية أنا مهتمة بها أنا نحبها أنا نجم نعاون أشخاص بطريقة أو بأخرى معنتها أنا في بلاد وهو في بلاد والقال معلومة وأنا حطيت معلومة اللي تريده هو مثلا في البحث أو تريده هو في العمل فأكيد بيش نكون فرحانة فأنا شجع كل شخص وأنه أنه 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 يبدر معنتها وأنه يشارك وأكيد نشجع النساء لأنه المحتوى معنتها نسوي عنده ضعف يعني في في كيبيديا يعني بكل اللغات معنتها فقعدين نحاول من عدة مشاريع ومن عدة من عدة مبادرات أنه يعني نحاول أن نقل الفجوة هذه فإن شاء الله يكون فهم محتوى أكثر يخص النساء وإن شاء الله نشوف معنتها بيكيبيديا معنتها أكبر وأكبر إن شاء الله وشكرا شكرا لك سيدة زينب في الحقيقة استمتعت كثيرا بالحديث معكما كان حوارا جميلا وشيقا وأتمنى أيضا من مستمعين ومستمعاتنا العزيزات أنهم يكونوا قد استمتعوا بالحلقة وبالحوار الذي دار بيننا أود أن أشكركم على قبول دعوة والحضور معنا في هذه الحلقة الحلقة السابعة من الموسم الثاني من ويكي بودكاست شكرا لكل من استمع إلينا ووصل لنهاية الحلقة كنتم في الحلقة السابعة من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا نتمنى أن تنضم إلينا في قادم الحلقات شاركوا الحلقة مع أصدقائكم أعطونا آراءكم وتعليقاتكم خول الحلقة شكرا لكم ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد دمتم في رعاية الله إلى اللقاء